السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكاربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي إذا ننتهي اليوم إن شاء الله من هذا المحور السابع وهو قانون الكيرشوف في الفريكونسي دومان مع أمثلة أو بروبلم يفسر لي علاقة قانون الكيرشوف مع الإمبيدنس وتطبيقهما في الفيزر دومان إذن في هذا المثال عندي دارة كهربائية عندي هنا Voltage Source ننتبه هي في Time Domain عندي مقاوم كهربائي عندي مكثف وعندي ملف مطلوب مني استخراج كل من الأوميغا مطلوب مني استخراج الزد لكل من الآر والأل والسي ثم استخراج الزد إكيفلينت لهذه الدارة الكاربائية وكذلك الأدميتنس ثم الفيزر والفيزر والفيزر وآخيرا استخراج قيمة التيار الكهربائي في Time Domain ونلاحظ هنا في تدرج الأسئلة استخراج التيار الكهربائي في Time Domain جاء في آخر مطلوب لماذا؟ حتى نمر من أولا من ال Time إلى الفيزر ثم ارجعه إلى ال Time Domain وهي طريقة سهلة لاستخراج هذا المجهول إذن أول شيء مطلوب مني الآن Angular Frequency نستخرجها إذن من Voltage Source إذن عندي هنا هذه الأوميغا ثم الآن استخراج كل من الإمبيدنس لهؤلاء Passive Element كيف أستخرج؟ إذن أعوض هذا السيركت من Time إلى Frequency Domain ال-R هذه هي الحقيقة الريل Part للZ فتكون ZR هي R هي 50 أوم أما Z إذن L سأطبق القانون هي G أوميغا L أعوض إذن الأوميغا وأعوض قيمة L لها تحصل على قيمة Z L وأخيرا ZC وطبق قانون ZC الإمبيدنس في المكثف هنا هي تخيل فقط لماذا تخيل فقط نعرف أن الز بصفة عامة هي حقيقة مع تخيل المكون الأول لا يشمل إلا على حقيقة فقط أما الس وال L ففيها G complex number G وبالتالي هي ليست إلا تخيل فقط وبالتالي هذه قيمة ZL وال ZC الآن مطلوب مني في السؤال الخامس استخراج Z equivalent ماذا سوف أفعل إذن هي سهلة Z equivalent عندي هنا هذا سميت ZR هذا ZC وهذا ZL كل ZR ZC ZL هي كلها series يمر فيها نفس الطيار الكهربائي وبالتالي Z equivalent هي الجمع فأقوم بجمع القيم لأتحصل على Z equivalent هنا كتبناها في rectangular form ثم استخرجنا هنا في polar form لماذا في polar form لأنه سوف يسهل عند استخراج قيمة admittance وهي مقلوب Z إذن عملية القسمة تكون سهلة باستعمال polar form وبالتالي استخرج هنا قيمة الadmittance بالSiemens أما بقية الإجابة على الأسئلة قلنا قمنا بتحويل كل هذا الcircuit إلى frequency domain الآن كيف استخرج التيار الكهربائي في time domain سوف استخرجه أولا في الفيزر ثم أحوله إلى time domain إذن عندي قيمة التيار الكهربائي في الفيزر قمت في السؤال قبل هذا باستخراج الز اكيفلنت عندي الفي للسورس إذن قيمة التيار أطبق إذن قانون أن الطيار الكهربائي هي في على ز عندي قيمة الفي في الفيزر بعدما كانت في time domain حولت إلى الفيزر أقسم على الز اكيفلنت لأتحصل على قيمة التيار الكهربائي هذه الامبليتوت وهذه الفيز أنجل للتيار الكهربائي وهذه الأوميغا ترجمة نانسي قنقر